موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث كما نقول دائما نديكم الأول للصحافة ووجهتكم للتحليل السياسي ورحب أيضا بضيفي في الستوديو لهذا اليوم الدكتور باسم الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزي تحياتي الدكتور أهلا بيدي الدكتور كالعادة نذهب جدا سريعا لجولة العنوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش ننتبه نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومع جريدة القدس وزارة الدفاع الإسرائيلية تمنح موافقتها النهائية على بناء 90 وحدة استيطانية قرب رام الله وفي عنوان آخر كتبت الانتخابات هي الحد الفاصل بين المصالحة والانقسام إلى جريدة الأيام انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين في الضفة وغزة تستهدف أكثر من 700 ألف مواطن لم يتم تسجيلهم والاحتلال يبدأ بتجريف أرض السويدية في منطقة جبل الزيتون بالقدس من الحياة الجديدة نقرأ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيا يقول المطلوب انخراط أوباما شخصيا بعملية السلام وإطلاق فعاليات الاعتصام المستمر لدعم الأسرع بالبيرة إلى أهم ما جاء بالصحف العربية نبدأها من الأردن ومع جريدة الدستور اشتباكات مع الاحتلال في الضفة وعمليات دهم في أحياء سلوان إلى صحيفة الغد التي كتبت حماس تقول لمشعل حق الترشح لرئاسة المنظمة والبرنامج السياسي الجديد مطلب ملح ومن صحيفة الأهرام المصرية ذكر التنحي تشعل التحرير والاتحادية واشتباكات بين الأمن والمتظاهرين نبقى بمصر ومع جريدة الجمهورية إدانة شعبية لإغلاق التحرير وقطع الطرق وتعطيل المترو إلى الإمارات وصحيفة الخليج نشطاء أوروبيون تعهدون التحرك لدعم الأسرة ننتقل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومن الشرق الأوسط نقرأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يعترف الأيام المقبلة ستشهد حسم القضايا العالقة إلى صحيفة القدس العربية التي كذبت الأسرة المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال يرفضون انهاء أدرابهم إلا بتحقيق مطالبهم رغم تدهور أوضاعهم الصحية لدرجة خطيرة ننتقل إلى أهم عنوين الصحف الإسرائيلية ومع صحيفة هارتس رئيس الوزراء الإسرائيلي يعترف أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها إسرائيل هي إقامة سلام مع الفلسطينيين ومن صحيفة معاريب نيتنياهو يعلن عن التزامه بحل الدولتين إلى صحيفة يدعوت أحرانوت رئيسة حزب العمل تقول لن نشارك في اتلاف مع نيتنياهو وختام جولتنا بأهم الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوس الأمريكية إيران تريد استنسخ تجربة حزب الله في سوريا إلى صحيفة نيويورك تيمز أوباما يحمل أفكاراً لتحريك عملية السلام المجمدة إلى بريطانيا وصحيفة الغارديان زيارة أوباما لإسرائيل تعيد القضية الفلسطينية للواجهة وأخيراً من The Sunday Times البريطانية أوباما سيرهن الضغط على إيران بمحادثات بين نيتنياهو وعباس أهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع دكتور باسم الزبيديوس دكتور باسم دعني أبدأ بشأن الأمريكي وزيارة أوباما قبل أن ندخل في تفاصيل يعني آخر تصريحات صح التعبير سواء من جانب حركة فتح أو من جانب حركة حماس حول المصالحة دعني أبدأ بزيارة أوباما لما حملت من أكثر من عنوان بخصوص أيضاً الجانب الإسرائيلي وما يتوقع بين يمين نيتنياهو من أوباما بدأوا الحديث عن مبادرة أمريكية ثم نفى البيت الأبيض ذلك وقيل بأن لا مبادرة أمريكية سيحملها أوباما إلى المنطقة أخيراً تقول النيويورك تايمز بأن أوباما يحمل أفكاراً ثم الـ Sunday Times تقول أوباما سيرهن الضغط على إيران باستئناف أو محادثات بين نيتنياهو وعباس وتم الحديث عن قمة قد تعقد بين رئيس أوباما ونتنياهو وأبو مازن وأيضاً قد ينضم إليها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بين المبادرة وبين الأفكار هل ستشهد ضمن المعطيات الإسرائيلية والمعطيات الفلسطينية ومعطيات أخرى ذات علاقة إذا استذكرنا الحراك الأوروبي أو الإعلان عن حراك أوروبي سبق هذه الزيارة هل نستطيع أن نقول بأن اختراقاً ما سيتم في هذه المرة؟ يعني بتقديري نعم سيأتي بأفكار وسيأتي بربما مبادرة ربما بتصور سياسي ما لكن السؤال الأساسي ما هي وطبيعة وجوهر مثل هذه الأفكار هل هي تكرار الماضي؟ الماضي بمعنى الولايات المتحدة منذ فترة هي تقدم مقترحات من باب التمني بمعنى أنها تتمنى أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات والعودة للحديث سوياً لكن لا أعتقد أن أوباما بوارده وباستطاعته أن يأتي بتصور جذرياً مختلف مسلحاً بالقدرة على تطبيق ما يريد هو سيأتي هناك توتر بالفترة السابقة بينه ما بين إسرائيل بشكل عام ونتنياها واجل قصوص بالتالي هو معنى لأن يصوي مثل هذه العلاقة أمر آخر هو يريد أن يقول أن للولايات المتحدة يعني يصوي العلاقة يعني يصوي بمعنى يلطف إنجاز التعبير العلاقة بينه بين نتنياهو سيئة يعني نتنياهو تدخل انتخابياً ضده في الولايات المتحدة وأوباما كمان بمعنى من المعاني لم يكن سعيداً مع أوباما بكثير من القضايا بالتالي هو جزء من ترميم هذه العلاقة والحفاظ على استراتيجيتها وطبيعتها الخاصة تنين تأتي زيارة أوباما لتعبئة فراغ نشأ بالفترة الأخيرة ظن عبره أن الولايات المتحدة لا حضور لها في ملف السراع الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي هو يأتي ليعبئ جزء من هذا الفراغ ولكن بمواصفات وخطوط عريضة تتقاطع مع إسرائيل أكثر من تقاطعها مع الحقوق الوطنية الفلسطينية بمعنى أنه أتوقع أنه سيطلب وسيبادر للطلب من نتنياهو لأن يقدم بعض اللفتات السطحية والشكلية ربما إطلاق أسرع ربما تعطيل الاستيطان إلى فترة من الزمن والتوجه للجانب الفلسطيني بالطلب للعودة إلى المفاوضات وبالتالي شطب الاستحقاق أو الإنجاز السياسي الفلسطيني قبل عدة أشهر بالدولة المستقلة وهذا يعني بمساطة إعادة الكرة إلى الخلف وهذا بالطبع ما لا يريد الفلسطينيين دعني أعيد تركيب الصورة كما نفهمها نحن أوباما ليس هو الطرف الضعيف على الأقل في الفترة الحالية على ضوء التوتر بين الرجلين بين أوباما ونتنياهو حتى يأتي ليرمم يأتي رئيس الولايات المتحدة إلى إسرائيل ليرمم العلاقة مع بن يمين نتنياهو بالعكس فإن بن يمين نتنياهو هو الأضعف بعد تدخله في الانتخابات الأمريكية ووقوفه مع ميت رومني ضد أوباما وبعد أكثر من إحراج ولطمات تعرضت لها الولايات المتحدة من قرارات إسرائيلية صح التعبير وبالعكس كانت الولايات المتحدة سندا مانعا لإسرائيل في المحافل الدولية أخرها مثلا مسألة التصويت على عضوية الدولة في الجمعية العامة وبالتالي لا يبدو منطقيا مسألة أن الهدف الأساسي لزيارة أوباما هو ترميم العلاقة مع بن يمين نتنياهو مسألة اللفتات أو بوادر حسن النية التي ستطرحها إسرائيل هذا ما سربته صحيفة نيويورك تايمز وقالت بأن بن يمين نتنياهو سيستبق زيارة أوباما بلفتات حسن النية لتخفيف وطأة الضغط التي قد يتعرض أو هو بحسابه سيتعرض لها من أوباما هل هذه الصورة تتناقض مع ما تفضلت به؟ لا أعتقد أنها تتناقض لسبب بسيط هناك نوع من التبسيط الشديد والمضر برأيه أن نعتقد أن الرئيس أي رئيس أمريكي من جورج واشنطن حتى هذه اللحظة وهم ومن استداجة الاعتقاد أنه يستطيع أن يصمم سياسة خارجية قادرة على أن يكون لها مجال للتطبيق دون فهم الطبيعة المعقدة للنظام الأمريكي وهنا أكشد على وجه الخصوص الكونغرس الأمريكي الذي في نهاية المطاف هو الذي سيجيز وهو الذي سينفق وهو الذي سيتعاطى مع هذه الاتفاقية أو مع مثل هذه التوجهات ولا أعتقد أن بوالد أوباما أن يفتح هذه المعركة السياسية الشرسة ويجب أن نتذكر جيدا أن الأصدقاء الحقيقيين والحميمين جدا لإسرائيل ربما ليس في البيت الأبيض ولكن هم كانوا والآن ما زالوا وسيبقوا في الكونغرس والكونغرس يعني من فترة الكونغرس هو الذي يضع العصي بالدواليب للحيلولة دون الإفراج عن 400 مليون دولار للسلطة لأنه أصل يعني الآن بيشتغلوا عمليا على تشريع وعلى مادة تقول أننا نفرج عن هذه الأموال في حالة أن يقدم الجانب الفلسطيني خطوة مفادها الاعتراب بيهودية الدولة بالتالي المعركة حقيقة هي ليس مع أوباما كشخص وربما كإدارة وإنما النسق العام للسياسة الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة تحدد معالمه بالدرجة الكسوى العلاقة الخاصة مع إسرائيل دعنا نفهم سبب الزيارة بالبداية قبل ما سيطرحوا أو هل مجمون سيطرحوا مقبول فلسطينيا أو مقبول إسرائيليا أو مجدي يعني يعدي اختراق أو لا غيره في الفترة السابقة سمعنا عن مبادرة بريطانية فرنسية مدعومة ألمانيا وتحت غطاء الاتحاد الأوروبي هذا كانت تحدثت في صحيفة يدعوت أحرانوت وأنا أكرر بأن أولاند الرئيس الفرنسي عاد وتحدث عن هذا الموضوع أن يتم استباق هذه المبادرة التي عاد البريطانيون تحديدا وأن أنكروها أو قالوا بأنها لم تكن مبادرة بل كانت دعما لدور أوروبي هذا ما قالوا القنصل البريطاني العام بونسينفين وأيضا السفير البريطاني في إسرائيل هل تعتقد بأن المسألة حينها كانت ضغطا أوروبيا على الولايات المتحدة بأن تعود إلى دفة أولويات المنطقة وهي صراع الفلسطيني الإسرائيلي أو كانت تبادلية للأدوار بين الولايات المتحدة وأوروبا أو هذه البلدان تحديدا بريطانيا فرنسا ألمانيا وهل هذا يؤشر على أن أوروبا أو تحديدا هذه الدول باتت مقتنعة من أن مصالحها في المنطقة مهددة بفعل الجنون الإسرائيلي وهي طالبت بذلك الولايات المتحدة أن تعود إلى سطارة المشهد لتلجم إسرائيل برأيي العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة على كل في هذه المنطقة هي علاقة من يقدم النصائح وخاصة إذا بدنا نطلع على أوروبا بشكل مزبوط الطرف الذي تحسب حسابه الولايات المتحدة بشكل حقيقي تماما فقط هو بريطانيا العظمة والتي تاريخيا كانت تقدم التسويق الأخلاقي والدعم اللوجستي وإزداء النصيحة وربما القيام بالكثير من التفاصيل خلف الكواليس لإحكام ما تريد الولايات المتحدة من سياسات في المنطقة وبجوز كان أهم جانب من هذا الجوانب قضية العراق قبل سنوات بالتالي أوروبا غير قادرة بحكم عدم وحدتها في مضمار السياسة الخارجية لا أعتقد أنها قادرة لا أن تضغط على الولايات المتحدة ولا على أن تأتي بتصور مختلف وبعيد ومتناكد مع ما تريد الولايات المتحدة الولايات المتحدة كانت منغمسة بالانتخابات وهموم داخلية مختلفة وترسيب الرئيس وتشكيل الحكومي وبالتالي من الطبيعي وهذا الأمر يدرك تماما أن السياسة تكره الفراغ بالتالي دخلت أوروبا بهذه الفترة المؤقتة في الوقت المقتطع لكي تلطف الأجواء وتوحي وكأن هناك أمل وهناك ربما عملية سياسية قادمة لكن عندما يأتي أوباما عمليا يأتي ذلك الكبطان الذي سيسير هذه السفينة عندئذ طبعا سيتشاور مع الأوروبيين وسيتم التنسيق معهم لكن بعلاقة هي أقرب للغزل مع إسرائيل منها للضغط لأن العلاقة عمليا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا بيحكمها الكثير مما هو مشترك والذي بمجمله لا يرتقي لأن يكون بمثابة الحد الأدنى اللي مفروض إحنا كفلسطينيين وفعال ببساطة دولة في حدود 67 وحل عادل للاجئين والقدس هذه القضايا حتى هذه اللحظة لم تتطور لا مواقف أوروبا ولا الولايات المتحدة اللي كي يتصل إلها زائد أن كافة هذه الأطراف الآن تطالب الجانب الفلسطيني وبالفم المليان بضرورة الاعتراب بيهودية دولة إسرائيل كشرط مسبك لإضاح نوايا حسنة من جانب الفلسطينيين بأنهم جادين هذه المرة بالعملية السياسية طرف غير جاد وكان واضح للعيان للغرب والولايات المتحدة والأوروبيين بأنه إسرائيل وليس الجانب الفلسطيني بالعكس كان الحديث عندما كان يتحدث بن يمينة تنياهو من أن محمود عباس ليس شريكا في عملية السلام كان يقف له أكثر من شخص في الاتحاد الأوروبي بس هذا غير كافي وأنا أخشى أن نؤول كثيرا كفلسطينيين على مثل هذه الكراءات التصريحية لهذا الموضوع أنت تقول بأن ميزان القوى فعليا هو ما سيحكم في النهاية وأنه للغرب مصالح أكبر مع إسرائيل منه مع الجانب الفلسطيني والجانب الفلسطيني أضعف وبالتالي يمكن الضغط عليه أكثر من إسرائيل طيب في المعطى المضمون ما سيقدم باراك أوباما من أفكار بحسب مقالة نيويورك تايمز ماذا ستحمل هذه الأفكار؟ إذا ما استدركنا وتذكرنا ما قيل عن استطلاع للرأي أجرة الولايات المتحدة في إسرائيل عبر مركزين لا علم للأول عن الآخر ولا الآخر عن الأول من حول قضايا تبدو وكأنها شكل لطرح ربما سيطرح على الجانبين خرجت الاستطلاعات الرأي بما يقارب بين 67 إلى 68 بين كل مركز ومركز بالمئة من الشعب الإسرائيلي يوافق على هذه الطروحات أو على هذه الخطوط العريضة وهي دولة بحدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية مسألة تقسيم القدس على ما أذكر أيضا مسألة المواقع الدينية تحت سيادة الأطراف ذات العلاقة البلدة القديمة داخل الأسوار الحياء العربية للعرب اليهودية لليهود وداخل الأسوار هي تحت سيادة مشتركة أمريكية إسرائيلية فلسطينية أعتقد هناك بنود أخرى لا أذكرها بالتفصيل ولكن تبدو كأنها طرح هل تعتقد بأن أوباما سيطرح هذا الطرح بناء على هذا الاستطلاع الذي أجريه على شعب إسرائيل وهل من ضغوط سيمارسها لتمرير هذه الصورة أو هذا النمط أو هذا الإطار في الفترة القادمة أو في خلال الزيارة أعتقد صناعة سياسات خارجية للدول لا تحكمها عادة استطلاع طرأ أي عام من هذا القبيل أولا هناك تساؤلات على منهجية وطبيعة والأسئلة التي قدمت في هذه الاستطلاعات بس على افتراض النها صحيحة في نهاية المطاف دول عظمى دول كبيرة كالولايات المتحدة تنظر لهذه المنطقة بشكل خاص وكوحدات سياسية هي ترى أن هناك دولة إسرائيل والعنوان للتعاطي مع دولة إسرائيل من منظور أوباما أو غيره الحكومة الإسرائيلية هل سواء كان الاتلاف الحالي أو الاتلاف الذي سيتشكل في حكومة إسرائيل سيعكس النبض العادي للجمهور الإسرائيل أم لا هذا من آخر لكن بنهاية المطاف عندما يأتي تأتي اللحظة لصناعة التعاقدات والتفاهمات والاتفاقيات والصيغ بين إسرائيل وغيرها من العالم هنا الذي سيذلي بدلو الحكومة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بطبيعتها واضح تماما أنها غير قادرة على أن تكفز عن يمينيتها وأن تستجيب لمثل هذه التوجهات الحمائمية لدى الجهور الإسرائيلي إشي طبيعي جدا أن يكون الجانب الإسرائيلي الشعب الإسرائيلي زيه زي أي شعب آخر يريد أن يرى حلا لهذا الموضوع السؤال ما هي منامح هذا الحل وطبيعته من يأتي ليترجم هذا بشكل فعلي الحكومات التي يتم انتخابها طيب هل تعتقد بأنه آخر كلام تحدث فيه بين يمين نتنياهو عشان نربط الأمور ببعضها في أمام الجاليات رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة عقد اجتماعا لهم في القدس تحدث فيه على نفس الشروط باتجاه الجانب الفلسطيني أنه دولتين للشعبين دولة فلسطينية من زوعة السلاح ودولة يهودية لإسرائيل وقال بأنه فليضع الفلسطينيون الشروط المسبقة جانبا وليأتوا إلى المفاوضات وأن لا نهدر أربع سنوات أخرى هذا كلام بين يمين نتنياهو ثم تحدث عن الملف النووي الإيراني باستفاضة وعن الملف السوري أيضا باستفاضة وهذا كان في مطلع كلامه يعني مسألة احتمال استئناف المفاوضات كانت هذا في ذيل الحديث أو في هواء على الهامش هل تعتقد بأنه يمكن لبن يمين نتنياهو أن يضغط باتجاه الحديث أكثر عن الملف النووي الإيراني والملف السوري على حساب القضية الفلسطينية ويضيع من أوباما وقتا لأن يتحدث فيه حول هذا الملف من ناحية هل يستطيع أوباما أن يساون بين يمين نتنياهو مقابل تجميد الإستيطان المزيد من الضغط على إيران بحسب ما قالت مثلا الجارديان مؤخرا وعلى الجانب الفلسطيني بماذا سيضغطون أكثر مما نحن نتعرض للضغوطات أعتقد دعم مسألة الملف النووي الإيراني والخريطة الجديدة في المنطقة بعد التغيرات السياسية في العامين الماضيين وخاصة الان الوضع الملتهب بسوريا ربما انفجار ما البعض يعتقد أنه يمكن أن ينشأ في لبنان حزب الله إسرائيل أعتقد هذه القضايا هامة جدا لا أتخيل أنه لن يتم مناقشتها بين الطرفين بين أوباما والإسرائيليين وأعتقد أنها ستدع في جدول من الأولويات سيتم التفاهم استخباراتيا وسياسيا ما الذي ينبغي أن نفعله بداية مقابل ماذا هنا ندخل في صيغة مقايضات بمعنى أن ملف إيران مطلوب إسرائيليا أن يتم إيقافه وشله بالكامل أعتقد أوباما سيقدم بعض الطمئنات عبر التركيز على المقاطعة الاقتصادية أو الضغط الاقتصادية على إيران وفي المقابل طبعا أوباما يريد أن يترك نوع من الموروث السياسي بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يقال لاحقا على أن أوباما ترك بصمات لطيفة على هذا الملف وهذا يعني الضغط على نتنياهو للعمل ولو بصير شكلية لجذب الجانب الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات يعني المطلوب الآن هو إعادة العملية إعادة عملية التفاوض عملية التعاطي الإسرائيلي الفلسطيني بشكل مباشر لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة أوباما قادر على أن يقدم أي طمئنات لا للجانب الفلسطيني ولا لنفسه بأن نتنياهو حقيقة سيكون مخلص بمثل هذا المصار ربما ظاهريا سيفعل ذلك لكن من الناحية الفعلية لا أعتقد أن شهية إسرائيل قادرة على أن تتخيل أنها قادرة على وقف الاستيطان هذه بالنسبة لهم جهودة والسامرة بالنسبة لهم الاستيطان عمليا حتى زمن الحكومات حكومات العمل طيب على مستوى الشخصي هل تعتقد بأن أوباما يريد أن يخرج بولايته الثانية بإنجاز أو على الأقل ترجمة الجائزة نوبل للسلام التي أخذها ولم يستحقها حتى الآن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المستوى الشخصي هل تعتقد يعني مفهوم مسألة المؤسسات الولايات المتحدة الكونغرس الإدارة الأمريكية اللوبيهات كل ذلك مفهوم المعطى الإسرائيلي أيضا مفهوم المعطى الفلسطيني أيضا واضح ومفهوم ولكن على المستوى الشخصي كما يقول مثلا محمد اشتيع عضو اللجنة المركزية لحركة الفتح بأن يجب على أوباما الانخراط شخصيا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إن أراد أن يحقق إنجازا أو اختراقا على مستوى الشخصي بقراءتك للرجل تبعا لأي مسيرة سياسي أمريكي في الفترات السابقة وإن كنا نعرف بأن كل رئيس أمريكي أراد أن يضع بصمة في هذا الصراع أو يخرج بإنجاز هل تعتقد بأن أوباما يريد ذلك وهل هو قادر إنوى طبعا كل رئيس أمريكي بحاجة أن يخلد هذه الذكرى في المستقبل لكن يختار اللعبة الناجحة في الملعب الصحيح لا أعتقد أنه انتحاري ليقول أنه سيأتي إلى الشرق الأوسط الذي كان مقبرة السياسية للأمريكيين من أيام كارتر ولاحقا لا توجد قصص النجاح عملية حقيقية بالشرق الأوسط لكي يسجلها أي رئيس أمريكي في سجل المجد الخاص به يعني على سبيل المثال في آخر ربما 30-40 سنة لا أعتقد أن إجعل الإدارة الأمريكية رئيس عبقري بالسياسة الخارجية كنيكسون هل تعلمي كيف خلد نيكسون ذكرى في السجل الأمريكي؟ في مجال البيئة في استحداث ما يسمى الـ EPA Environmental Protection Agency يعني هذه القضية جونسون قبله على قضية يعني السوشال والفير أوباما برأيي سيركز أكثر على قضية الكير على قضية الهيلث كير على قضية رعاية الصحية بالتالي عندما تكون هذه القضايا قصص نجاح يرجى إلها لكن لا أعتقد الآن الولايات المتحدة يعني أوباما قادر عن أن يلتقط أي ساحة خارج الولايات المتحدة لكي يعني يقوم بها ويجعل منها قصة نجاح بالنسبة لهم طيب نحن يعني في هذه القراءة في زيارة أوباما كانت ليعني أن نستقرأ أيضا المواقف الفلسطينية الحديث عن المصالحة الفلسطينية وآخر مستجدات ما خرج به الأمناء العاملين للفصائل والشخصيات المستقلة الذي جرى ضمن لجنة تفعيل منظمة التحرير والإطار القيادي كما يقال في القاهرة اليوم كان فيه مؤتمر صحفي لعزام الأحمد قال فيه بأنه مش صحيح أن الأجواء سلبية مش صحيح بأننا فشلنا مش صحيح بأننا لم نخرج باختراقات مهمة المهم وأنه هناك أجواء يريد البعض ترويجها بحسب الأخ عزام الأحمد من أطراف خارجية وأطراف مستفيدة من استمرار الإنقسام وهو يحث الصحفيين خلال هذا المؤتمر على تفعيل الدور الوطني للإنسان الفلسطيني على الدور المهني إن صحيح التعبير يعني الصحفي بمعنى اجتزاء ما يجري مسألة الانتخابات المجلس الوطني ربما أو قانون انتخابات المجلس الوطني ربما كان من أهم ما كان على جدول أعمال هذا الاجتماع في الصورة العامة لكل ما جرى ولكل المعطيات التي اختلف فيها الأطراف أو اجتمعوا عليها واتفقوا على الاستمرار فيها أو في النقاش فيها أو في البت فيها في اجتماعات أخرى هل تعتقد بأنه الأجواء السلبية التي أثيرت وأنا لا أريد أن أكون من يعني يحفز على التشاؤل أو حتى على حالة التشاؤل هل تحديث السجل الانتخابي في غزة وبدء العملية شيء ينبئ بي أو يبشر بالخير هل تعتقد بأن المصالحة ضمنا وفعلا وشكلا ستكون متوفرة للشعب الفلسطيني وضمن أي إطار زمني هذا الموضوع الشائك الموضوع المضني الموضوع المحزن الفلسطيني يعني بداية يعني كمحلل لا أنصح على الإطلاق الانتظار لفهم الحقيقة من أي طرف له علاقة بالطرفين المتصارعين بتاتا هم ليسوا أبرياء هم عملياً جزء من المشكلة بالتالي لا يجب أن نأول كثيراً على ما يتم التصريح به من كبن أي منهم على أن هناك كان نجاح أو كان فشل هناك ببساطة معيار بسيط للحكم على ذلك هو التوجه الصادق والحقيقي للتعاطي مع هذه المعضلات ليس بنيات حسنة فقط وإنما بإرادة سياسية سليمة لكي يرى الجمهور الفلسطيني إنجاز بعد إنجاز بعد إنجاز بعد إنجاز ما رأينا حتى هذه اللحظة هو شكلي واستعراضي جميل جداً أن يتم هذا اللقاء لقاء الإخوة الأعداء لقاء الأحبة في القاهرة لكن لا لا يعقل أن يبقى استعراضي ولا يعقل أن يفتح فقط السجد الانتخابي وتسجيل بعض الأشخاص هنا وهناك والقول أننا يعني أننا بدأنا أنا أدرب تماماً لا ولكن تحديث السجل الانتخابي أمر مهم دكتور نعم وكانت خطوة منتظرة بعد ست سنوات لم يجري تحديث للسجل الانتخابي في قطاع غزة هذا يعني إنجاز ما يحدث بعد ممانعة كبيرة من حركة حماس دامت كل الفترة السابقة نعم هذا إنجاز هذا إنجاز لكن عدم تجديد سجل الناخبين لم يكن هو سبب الانكسام يعني هذا مفرز ثانوي جداً لا يرى عملياً برادار الأشياء يعني الوضع الحقيقي أنا برأيي أنه يتم التعاطي مع المصالحة بمدخل خاطئ عبر الحديث عن هذه القضايا سواء كانت حكومة أو انتخابات أو ما شابه هذه قضايا تحل تلقائياً وقضايا إجرائية إذا ما تم الخوض فلسطينياً بأمر عظيم الأهمية وهو هو البحث عن صيغة عقد اجتماعي أو تصالحي أو تفاهمي بين الأطراف على الخطوط العريضة جداً العامة بالشأن الوطني ما هذا حدث يا دكتور يعني الوثيقة المصرية واتفاق الدوحة ثم الإعلان في القاهرة مرة أخرى يعني أكثر منهم يعني لا يعني اللي تم غير كافي اللي تم غير كافي لسبب بسيط بدنا ندرك الحكومة إيش الحكومة أداة يجب أن تمسكها يد الانتخابات عبارة عن إجراء يمكن الجمهور من أن يختلف ألف أو با أو جيم أو دال من السياسات من السياسات العامة نريد الاقتصاد بمنامه معينة نريد المؤسسات القانون إلى خير لكن الغائب عندنا هو اعتراف كل طرف بشرعية الطرف الآخر بالوجود سياسيا وهنا بيت القصيد أنا لا أعتقد أن الروح الحقيقية لدى الطرفين هي تسير بهذا الاتجاه بمعنى أنه بكل صدق كل طرف محترف بشرعية الطرف الآخر الموجود هو نوع من التنصل والإنكار يعني بوجود الطرف الآخر وهذا بيخلي الطرفين يلجأوا لقضايا هامشية وقضايا أخرى من النوع الذي يكون مضيعة وقت زي قضية الانتخابات وقضية الحكومة أنا لا أقول أنها غير مهمة ولكن يسبقها الإسمنت اللازم لها التفاهم أن يتم الاعتراف من قبل كل طرف بالطرف الآخر وبشرعيته بالوجود يعني مثلا حماس يجب أن تعترف في ميمتافا ميمتافا والقائمة عليها يجب أن يدركوا أنه الآن في لان جديد إذا هاي القصة فقط طبما هذا ما هو صار واضح بالعكس الآن حماس تسعى وهذا حديث مش سر لتطمح لأن تكون يعني قيادة منظمة التحرير في يدها وهذا طموح خالد مشعل وهذا طموح حركة حماس في أن تدخل منظمة التحرير لإكسابها شرعية هذا موضوع أعتقد بأنه على الأقل مفهوم من الطرفين يعني شرعية الأول والآخر يعني الإصرار على الانتخابات على الأقل كما نعرف من جانب منظمة التحرير وحركة الفتح هو من أجل يعني إنهاء لفظيا لكن من الناحية العملية أنا داركني الوقت والله يا دكتور أنا شكرا جزيلا لك دكتور باسم الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت دائما للحديث بقية دكتور أفهم شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام بهذا لكم وصلنا لختم هذه الحلقة برنامجكم دائرة الحدث ألقاكم بالغد ونتابع في ذات الملف أيضا في الغد كما نقول دائما للحديث بقية دائما شكري لكم وشكر طاقم العمل تفضلوا إلى زاوية الكاريكاتورية نرأكم بالغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة